الدومان ديكس بيختيز نحكي فيه هو المنظومة الاجتماعية والصناديق الاجتماعية مع ضيفنا لسيد بدر اسمي مرحبا بيك مرحبا بيك ومرحبا كافة المستمعية شكنا لك على الحضور نحكي على آخر تصريحات لوزير أشؤون الاجتماعية والحديث حول الصناديق الاجتماعية أنه هناك ارتفاع في قيمة الخدمات الخدمات المزدد من قبل الصناديق الاجتماعية لفائدة المنخرطين اللي عرفت ارتفاع بيش توصل الـ 15800 مليون من الدينارات وهو ما يساوي 12% من النتج الداخلي الخام ما المقصود بذلك تحديدا وشو معناتها قيمة الخدمات المزدد من الصناديق نعرف أنه الضمال الاجتماعي هو شكل من أشكال إعادة توزيع الثروة عنا التوزيع المباشر اللي تم عن طريق الأجور أو المداخيل وعنا توزيع غير المباشر اللي تم عن طريق المنح العائلية التأمين على المرض الجيريات إلى آخره في تونس عنا منظومة الضمان الاجتماعي اللي يديروها الصناديق الاجتماعية وعنا منظومة الأمان الاجتماعي اللي تديرها الدولة كنشوفوا إحنا نقتصروا فقط على سنة 2024 نلقاوا اللي ثم برشة تحسينات في الخدمات اللي تقدمها الصناديق الاجتماعية مثلا في موضوع التأمين على المرض وقع في بداية سنة 2024 الترفيع في السقف بالنسبة لاسترجاع المصاريف وبالنسبة المنظومة العلاجية وكانت النسب هامة جدا تجاوزت النسب اللي وقعت مدة ثلاث سنوات إذن هذية من شأنه أن يحسن الخدمات فضلا على تفاصيل أخرى في موضوع التأمين على المرض ما على الأقل أبرد شيء هو مسألة الترفيع في السقف كذلك في مرحلة ثانية المضمون الاجتماعيين المتقاعدين في الصندوق الوطني اللي ضمار اجتماعي اللي عدد دمتاحم لا بأس به يعني المنتفعون بجريات يكاد يوصل العدد دمتاحم إلى مليون انتفعوا بالترفيع يعني بسبعة في المية في الجريات دمتاحم النتيجة الترفيع في الأجل الأدنى في شهر جويليا الماضي في مفحول بداية من ميه الفين وربع وعشرين وسينتفعون بزيادة أخرى في جانفي القادم بسبعة فاصل خمسة في المية هذية إلى جانب بالنسبة المتقاعدين متاع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية توقف منذ سنتين الاقتطاع بعنوان المساهمات المحمونة على المؤجر اللي كانت تقتطع من جريات المتقاعدين هذه نفسها يعني لها كلفة مالية على الصندوق الاجتماعية وبطبيعة الحال مقابل الكلفة المالية هناك فوائد مالية اجتماعية نفسية للمنتفعين بها إذن نلاحظوا أنه في الأشهر الأخيرة رغم الصعوبات اللي عاشت تعيش فيها الصندوق الاجتماعية اللي ما زالت تشكو عجز على الأقل بالنسبة للسينير بياس والسيني سياس ما زالت تشكو عجز عجز بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعدين على المرض كما نعرفوا اللي هو الميزانية متاعه فيها فوائد ولكن ناقص صيولة والصيولة هذه وقع يعني تجاوز جزء منها في السنة الماضية بتحويل مبلغ لا بأس به تقريبا 1200 مليون دينار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض نتيجة يعني تحسن مداخل الصندوق وإذن الجزء الأول هو الخدمات التي وقع إنجازها إلى حد اليوم وهناك مشاريع أخرى أو مقترحات سواء مشاريع قوانين أو مراسيم صدرت وما زالت ما دخلتش حيز التنفيذ اللي من شأنها أن نتحسن الخدمات وأضعوا معناتها في هذه القائمة أولا المرسوم المتعلق بأحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات في الأحيات ثانيا صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل ثالثا التمديد في برنامج التقاع الخصوصي رابعا إعفاء جرايات العجز والأيتام من الضرائب هذا بش نرجعوله بش نرجعوله من بعد ولكن الحقيقة فما نقطة ماذا باي كنت وضحينا أكثر اليوم وقتل نحكيه على ارتفاع في قيمة الخدمات المزايت من قبل الصندوق الاجتماعية للمنخرطين رقم مهم نحكيه عليه لكن في المقابل كنت تحكي على الوضعية الصعبة للصندوق شنو مفهوم أنه هناك تحسن للخدمات وقيمتها في المقابل الصندوق تشكو من عاجز ديما فما إشكال تقريبا دائم في وسط الصندوق مش تفسرنا النقطة هذه بعض لحظات شنو المفهوم بالضبط شنو معنتها هذه خطف ما نسمة فهمش نحكيه على برشة حاجة متضادة اليوم من أول حلقة حتلتها فلاش بوغس مع وليد برحومة وبعد رجعين معك شكرا احنا مزلنا معكم في ايكو مايج والاكس بيغ مزلنا مواصلين مع عظيفنا الخبيرنا اليوم المستشار في المجال التغطية الاجتماعية الأستاذ بدر السميوي مرحبا بك مرة أخرى شكرا قلت نرجع لتصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللي يحكي على ارتفاع في قيمة الخدمات المزدد من قبل الصناديق الاجتماعية لمختلف المنخارطين قيمة مهمة نحكيه أكثر من 12% من نجل داخل الخام كنت فسرت تقبليك شنو ومعنتها قيمة الخدمات وشو معنتها ارتفاع قيمة الخدمات في المقابل نعرف مليح الوضع في الصناديق الاجتماعية ولسائلا أن يتساءل لكن نحكيه على منظومة صناديق اجتماعية ووضعيتهم صعبة ونحكيه حتى قبل أن تقارد في مقارنات ما بين السنساس والسنخباس والديفيسي في المقابل نلقاونا معي خدمات متحسنة وقيمة خدمات متحسنة كيفاش تفهم هذا بالضبط أستاذ بدر؟ هو التساءل مشروع والناس تنجم تقول يعني كيفاش الصناديق فيه عجز مالي وتقدف خدمات أنا نشوف أنه إذا كان ماشي المسألة نشوفوها بالطريقة المحاسباتية هذية نوليه يعني ما نجموش نقدمه لأنه العجز اللي دخلت فيه الصناديق الاجتماعية ما هوش من عام ناول ولا من سنتين وثلاثة يعني بداية التسعينات بدأ العجز متاع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعده بسنوات بدأ العجز متاع الصندوق الوطني للضماء الاجتماعي ورغم ذلك لم تنفك الصناديق هذه تحسن خدمات متاحها يقول قايا كيفاش العملية؟ أنا حسب رأي أنه العلاقة تكمن في التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي ما يعني الجانب الاقتصادي هام جدا أنه يحسن الخدمات الاجتماعية وقت اللي مش يتزيد نسبة النمو وقت اللي يتزيد المساهمات وقت اللي يتزيد يزيد الانتدابات في الوظيفة عامية تزيد الانتدابات والتشغيل في القطع الخاص هذه من شأنها أني تعزز الموارد متاع الصندوق الاجتماعية والصندوق الاجتماعية من شأنها أني تولي عندها موارد ترتفع تقدم خدمات تقول بالعكس أنت توقع ولكن من ناحية أخرى الإجراءات الاجتماعية اللي تقوم بها الدولة تنجم تعزز النمو الاقتصادي وهنا ناخد على سبيل المثال التكفل الدولة بالمساهمات متاع العراف في النظام القانوني اللي هي إجراءات اجتماعية تتحملها الدولة بيش تشجع التشغيل بيش تقع التنمية إذن هي العلاقة جدلية ولكن في كل الحالات الدولة مسؤولة قبل كل شيء على الأمن الاجتماعي وعلى السلم الاجتماعية إذن وقت اللي تشعر السنديق الاجتماعية تشكو عجز عجز تتدخل لأنه المسألة مربوطة رايب أمن قومي يعني نتخيله نتخيله أنه يوم ستة وعشرين في الشهر ويوم ستة وعشرين ما تتصبر جياليات متاع متقع دي لقدرها يعني تشوف أنت نهار خمسة وعشر ستة وعشرين أمام مراكز البريد الناس تستنى يعني هنا الدولة تتحمل مسؤوليتها يقولوا إحنا اتسبق تتحمل الضحي نغرا أنه أهمية الضمان الاجتماعي في المناخ الاجتماعي إذن هنا التوازنات المالية متاع السنديق راهوا باش نكون واضحين حتى بالإجراءات اللي تعملت في السين البياس 2019 وحتى في صورة ما إذا تقع إجراءات مماتلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالترفيع في السين التقاعد راهوا الإسقاطات اللي تعملت يعني لبروجيكسيون الاستشرافات راهوا ما زلنا إلى حدود ألفين وربعين ورفين وخمسين نجموا معناته نبقاه في نفس العجز لما حالة ينقص العجز لكن في الحالة هذه من نجموا شو نقولوا مكتفوا يدينا معاش نزيدوا إذن المعادلة هي معناته ما هيش فقط على مستوى المحاسبي بل على مستوى السياسي والاجتماعي اللي هنا يجي دور الدولة واللي لاحظنا الملامح متاعه في الأشهر الأخيرة من خلال ارتفاع يعني منسوب الخطاب السياسي في التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة لأن الدور الاجتماعي للدولة هو جزء من مكونات الدور متاعها السياسي والاقتصادي والثقافي هيك علاش أنا حسب رأي المسألة ما هيش بالشكل هذا ولكن من ناحية أخرى لاحظوا أنه ثم إجراءات من أجل تحسين موارد الصناديق الاجتماعية عبر مثلا العفو الاجتماعي اللي يقع في 2022 وبداية 2023 واللي يمكن من أنه دخل أموال لا بأس بها على أقل بصفة مباشرة ما يقارب 700 مليون دينار اللي استفاد منهم الصندوق الوطني للضمار اجتماعي وكذلك حول جزءا منه من الصندوق الوطني للتأمين على المرض فضلا على الإيجابيات الأخرى هو أنه إلى جانب الفلوس اللي دخلت في وقتها بما أنه ثم جادل لم تعد يون إذن الكنتور دي ما يدون ودي ما ثم فلوس داخله فضلا عن عكساته على أنه ليتري ماسر اللي لاحقين يخرصوا لأنه شرط من احترام الوصنامة كذلك بالنسبة للأمر الاصدر يوم 24 أكتوبر حول أفو الاجتماعي مرة أخرى نظرا أنه نجاح متاعه اللي يقع في 2022 بالمرسوم السابق فالأمر هذا واللي بدأت تفعيل متاعه تقريبا منذ أسبوع أو عشر أيام في فروع الصندوق الوطني للذمر الاجتماعي واللي مش يتواصل حتى الشهر المارس القادم أنا حسب رأي هذه من أشياء اللي تنجم تمكن من توفير سيولة مالية خطر تعرف أنت الإجراءات هذه متاع العفو الاجتماعي ما تحسنش الوضعية على المستوى المحاسبي لكن توفر سيولة مالية فضلا على بعض التأثيرات غير المباشرة على الجانب المحاسبي من أجل يعني في إطار تحسين الحسابات متاع المدينين دونك أنا حسب رأي المسألة يعني فيها إشكاليات ولكن هنا نحس أنه الدولة معناتها تقدمت غامرت باش تحاول أني تتجاوز الوضعية الإشكالية متاع التناقض بين والفوارق ما بين المداخل والنفقات خلينا جوز نفكروا بمستوى العجز بنسبة للصندوق الوطني للزمان الاجتماعي 2020 ما يقارب تقريبا 940 2023 هبطت شوية لـ 910 متوقع أنه في 2024 ينقص شوية ولكن جاء معطى اللي ماشي ربما يجعل أنه العجز يتفاقم يرجع شوية اللي هو الزيادة في الجريات اللي وقعت في مي الماضي اللي تتكلف تقريبا في الشهر تقريبا 30 مليون دينار حاجة كما عفوا في العام 30 مليون دينار فمن 330 مش نرتفع تقريبا 400 مليون دينار ولا 390 مليون ثم معناتها مصاريف إضافية اللي وقعت في الثمانية أشهر الأولى لسنة 2024 وتنجم النفقات هذه تزيد في 2025 لأنه عنا زيادة في الأجل الأدنى في جانبي 2025 اللي من شأنها مش يتزيد في النفقات متاع الصندوق الوطني للضمان اجتماعي بعنوان الجريات إضافة يعني إلى ما سبق إقراره في السنة الماضية معتنجمو نتجاوزو 910 مليون دينار بتأكيد نتجاوزو ولكن ولهو رقم ضخم جدا معظم العجز ضخم من ناحية أخرى زادت نجم وتكون ثم مداخير جديدة مش يتعزز موارد الصندوق اللي من بينها المساهمة جديدة متاع صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل اللي هي بنسبة 1% 0.5% على كهل المؤجر و0.5% على كهل الأجير اللي مش بالضرورة النفقات مش يتجي مباشرة يعني بعد أشهر يعني تنجم تقعد يعني فترة متاع تراكم تركيم المساهمات عام أو عامين إلى حد صرفها من بعد إلى حد ربما بعد تبدأ يعني شروط الانتفاع بالخدمات هذه تتوفر وقتها نقيم قولوها يعمل الله ربما تتوجد إجراءات أخرى اللي ثم فيها حاجات يعني تأخرت شوية من نوع مراجعة نظام الجريات في الصندوق الوطني لضمان اجتماعي اللي المشروع كان تقريبا بريس جاهز في 2019 مع المشروع متاع السينر بيس اتأخر وحاليا برشة يعني أجراء في القطاع الخاص يستناهوا في الترفيه هذا لما حالة ثم إمكانية ما يكونش يعني إجباري يكون اختياري ولكن الإجراءة هذية منتظر لأنه تخدم مع المشروع ولأنه الصندوق الوطني لضمان اجتماعي في حاجة إلى معناتها شيء من الأكسجين باش يزيد يتنفس باش تنجم يعني تكون يعني الموارد متاعه تحافظ نوعا ما ونقولوش على التحسن على استقرار في نفس السياق ونحكي نحن على الموارد الجديدة وعلى الأنظمة الجديدة فم نظام جديد أو قانون جديد اللي هو قانون المبادر الذاتي اللي تم طرحه بشكل رسمي المنصة فتحت ونجموا اليوم الناس اللي معنين بالموضوع ولي يوافقوا هل أو يستجيبوا لما هو مطلوب ونجموا يسجلوا فيها من ضمن نقاط الاستفهام الكبرى كانت هي مستوى المساهمات أو طريقة المساهمات تفسرنا سعى بسرعة كيف تصير بالنسبة للبخفيل هداية بالذات أستاذ بادر بالنسبة المبادر الذاتي اللي وقع اقراره بمقتضى المرسوم الصادر في جوان 2020 واللي وقع مراجعته مراجعة هامة جدا بمقتضى قانون المالية لسنة 2023 وأدخال عدة تحسينات عليه المبادر الذاتي عنده زوز واجبات يقوم بهم الواجب الأول هو الواجب الضريبي اللي يتمثل فيه دفع مساهمة أو أداء ضريبي بسيط جدا اللي هو 200 دينار في السنة بالنسبة للمؤسسات التي تنشط في المناطق البلدية و100 دينار فقط في بقية المناطق أي المناطق غير البلدية والجزء الثاني من المساهمة اللي سماوها مساهمة وحيدة لأن تتفعل كلها مع بعضها في تتصب في السجل الوطني للمبادر الذاتي المساهمات هذه أوقع تقسيمها إلى نوعين حسب نوعية النشاط نعرف أن المبادر الذاتي ثم خمسة أنشطة نص عليهم النشاط الأول هو الحرف النشاط الثاني هو الصناعة التقليدية النشاط الثالث هو الصناعة النشاط الرابع هو التجار النشاط الخامس هو غير المهن غير التجارية نفسرها ما يعني هذا المهن غير التجارية هي المهن الحرة يعني طباب وانزين هو يكون قطاع خدمات لكن مش تابع من الحرة كما الطبية والمهامة واللي يخدموا معناته بالمادة الشخمة هذا القطاع الخامس القطاع الأول الصنف الأول اللي هم الحرف والصناعة التقليدية المبادر الذاتي اللي ينشط في مجال الحرف والصناعة التقليدية مش يكون خاضع للنظام متاع محدودية الدخل الصادر سنة 2002 كيف ما عملت المنازل كيف ما صغال فلاحين كيف ما صغال فلاح الصيادين كيف ما صغال التجار هذو ما المساهمة متاحهم في ثلاثة شهور مش يتولي بداية من جانفي 70 دينار 71 دينار في ثلاثة شهور علاش قلت أنا بداية من جانفي لأنه اللي ينخرط في خلال السنة ما تبدأ المساهمات متاعه كان في العام الجديد والفترة هذيك اللي مش ياهم توا في السجل الوطني في نوفمبر حتى الـ 33 دينار الصندوق الوطني للتشغيل هو اللي مش يدفع عليه نيابة عنه مساهمة دونك ليكوتيزاسيون ما تبدأ إلا عام الجاية إذن هذو ما مش يكون عندهم مساهمة بـ 70 دينار يعني تقريبا بين 23 و 24 دينار في الشهر سبعين دينار في ثلاثة شهور هذي الصنف الأول الصنف الثاني اللي معتبرين وكأنهم المداخل المتاحهم خير علما أنه بيقى وسيلا بيش نذكر هو أنه المبادرة ذاتي يكون رقم المعاملات 75 ألف دينار في السنة إذن الصنف الثاني اللي هما كامل الظرق فهم نحكيه على التاتي سي ما طبعون رغم المعاملات مش الأرباح رغم المعاملات بالنسبة للصنف الثاني اللي هما الصناعة والتجارة والمهن غير المهن غير التجارية هذو ما مصنفين في نظام آخر نظام العاملة غير الأجراء الصادر سنة 1995 اللي المساهمة بتحم أقوى شوية اللي هي بداية من جامبي القادم يعني كيقولوا بداية من جامبي القادم يعني جامبي في فريمارس اللي مش يتعوها في شهر أبريل القادم مش تكون المساهمة متاحهم في الشريحة الأولى وقال تصنيفهم في الشريحة الأولى أقل شريحة اللي تقريبا الدخل المتاحهم يساوي وكأنه إنسان يخلص لأجل أدنى اللي المساهمة تكون 208 ألف بداية من الثلاثية الأولى لسنة 2015 معنا 208 ألف في الثلاثية هذا هو يقدمه كنت تحكي على الفئة الأولى 70 دينار أو واحدة و70 دينار تقريبا هذي نحكي حتى لو كانتوا يدخلوا ينخرطوا في المناصر وما يبدأوا يخلصوا كان في أبريل الجي لون كانت تلاقى من نهاية السلاثي الأول من سنة 2015 بذب دخل فلوس معناتها غير ما نراشي لأي مدى الفئة اللي تحكي عليها معناتك كيفش معانتها هل سهل تقسيم الفئات بشكل هذية لو مني نعرف نفسي أنا ننتمي للصنف الثاني ولا الصنف الثالث أستاذ بدر بطبيعة الحال في البداية نجد من تدرجات صعوبات في التقدير ولكن الإيجابية متاع وعلى الأقل إحنا نشوفه الهدف من هذا المرسوم وهذا القانون إذا كان نخليه هدف هو استيعاب القطاع الموازي إذا كان نحطه الهدف هو أن الناس نحولها هيكل خشية من أني نستعمل عبارة اللي يستعملوها الناس يقول لك ندخل تحت الحاكم راهو الدخول تحت الحاكم ما هوش يعني حاجة خيبة راهو الدخول تحت الحاكم هو أنك مش يتسوي وضعيتك أولا من ناحية القانونية واجب ضريبي تذلك الضمان اجتماعي ثانيا مش يستفيد أنت من خدمات التأمين على المرض وأنها لاخر التقاعد وثالثا هو أنه مش يكون عندك إمكانية أنك تاقف على سقيق لأنه الإجراءات هذه راهي مؤقتة لمدة أربع سنوات ممكن قابلة للتمديد طبعا بعد ثلاث سنوات ولكن إذا كان إنسان يحب مشروع يبدأ خايف لا يغرق وجاءت الدولة أعطاتك تسهيلات هذه يظهر لي إلفو ميو دي ماري يبدأ إنسان يعدي بريمير فيتاس وبعد تولي المسألة السهلة ربما تاقع تنقيحات بعد على ضوء الممارسة فيما يخص الرقم هذا فيما يخص الشروط فيما يخص ربما حتى نقطة أخرى أنت تحدثت عليها في الأوف بالنسبة للناس اللي كانوا عند المشاريع وفشلوا يعني القانون هذا يقول لك اللي عنده باتيندا لا يسمح باتيندا يسبق مش كون عنده باتيندا أو موظف عمومي أو أجير هو دير لو كنا نشوفه إحنا علش المشروع هذه التعمل في 2020 وقت الكورونا وبالمناسبة راه المغرب عملت المشروع عملت القانون في 2015 لكنه ما تفعل كان في 2021 الجزائر عملته في 2022 قوة قاهرة لأنه الظروف متاع الكورونا جعلت أن الناس واللي تخدم في الديار وبرهنت اللي تخدم حتى في دار معناتها ماش مربوطة وتبدأ عندها يقوله مبادر ذاتي أو مقاول ذاتي كما يقوله في الجزائر المغرب يعني هو مش يخدم صيفة فردية راه قادر باش يكون وضعيته معناتها في السوق مندمج في السوق عنده الإدماج الاقتصادي عنده الإدماج المالي فليملاء الإدماج يعني الاجتماعي دونك هذه الوضعية متاع الكورونا تجعل أنه الناس يعني والليت مقتنعة أكثر أن يتحب تسوي وضعيتها راه راه باش نرجو إحنا للفترات السابقة وقعت برشة محاولات لاستيعاب القطاع الموازي منها القانون المتاع 2019 قانون المالية واللي في شل في الأخر ألغية سنة 2023 يعني محاولات إدماج القطاع الموازي راه من أصعب الأشياء دونك هنا إحنا يلزمنا نغامره نبدأه بحاجة في صورة ما إذا وقعت في الأثناء بعض يعني الثغرات وبعض السلبيات يقع تدركها لكننا نحس براي المبادر الذاتي خطوة جريئة وخاصة في مستوى توسيع التغطية الاجتماعية والبلوغ نحو الهدف الأسماء اللي هو شمولية الحماية الاجتماعية في نقطة أخيرة من البداية إلى النهاية بش ناخده بدنا من تقريمة سبعين دينار وثمانمئة مليم أخر مساهمة أو أعلى مساهمة قداش بش تكون هل هي قلنا عليها متين بتقريبة متين دينار ما تنميش على مساهمة ثم مساهمة وحيدة عيش لأنه هو في صورة ما إذا يتجاوز يا سبعين يا ميتين يا سبعين يا ميتين وثمانية في صورة ما يتجاوز الرقم المعاملات يا يخرج من يخرج يخرج لازم يفتح مؤسسة مساهمات فقط واضحة الصورة للناس اللي تتسائل حول الموضوع المساهمات هذه هي تفوت الرقم المعاملات هذي بيسيوغ معاش تمتع بهذه الكل هذي هو نقاش آخر لمحالة فما نقطة أخرى لأسف في الوقت لكن أكيد مش تعود تكون باحثنا أستاذ بدر الأسميو نحكيه عليها نحكيه على المرسوم الذي يهم العاملات الفلاحيات إن شاء الله في فرصة لاحق نحكيه عليه بأكثر تفاصيل بشيكون عند الناس معرفة جيدة بكل التغييرات اللي قاعدة تصير في الفترة الأخيرة شكرا لكم كون قد يتفعي صحة أستاذ بدر الأسميو المستشار في مجال الحماية والتغطية الاجتماعية وقعدوا معنا رجالين بحث لأعطاء مش نمشي وتنجيز الواشنطن وبش نشوفه شنو أساير في حكومة ترامب ودخول إيلون ماسك بقوة